بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الدواء المثلثية للثانية ثانوي رقم 5 كما أنصح به شعبة العلم التجريبية والتقنية الرياضي والرياضي كما أنصح به سنوات سنة الثالثة ثانوي حيث قال لتكن الدل F المعرفة على R يعني من ناقص مالا نهاية إلى زائد مالا نهاية بالعبارة F لإكس تسوي لنا سينيس إكس على إثنان قال وصي F منحناها البياني في معلم متعامد ومتجانس OEG قال بين أن الدل F دلة فرضية وفسر ذلك بيانيا أو هندسيا قال بين أن الدل F دلة كيف هي دورية ودورها T يسوي أربعة P قال اشرح لماذا نقتصر دراسة الدل F على المجال من الصفر إلى إثناني P ادرس تغيرات الدل F على المجال من صفر إلى إثناني P وشكل جدول تغيراتها أرسم C F على المجال من صفر إلى إثناني P ثم قال استنتج أرسم C F على المجال من ناقص إثناني P إلى صفر إذن لننطلق على بركة الله إذن السؤال الأول قال يا أبنائي بيّن أن الدلة F دلة فرضية وفسر ذلك بيانيا إذن هنا نكتب كعنوان البرهان أن F دلة كيف هي فرضية نحن نعلم أن الدلة الفرضية أبنائي نقول هكذا حتى تكون ماذا F دلة فرضية إذا كان أولا X ينتمي إلى DF لهو إلى R في مثالنا هذا ها هي الدلة معرفة على R وماذا وناقص X كذلك ينتمي إلى DF لهو R والشرط الثاني و و F لناقص X يساوي ناقص F لX هذا هو الشرط ننطلق تصبحنا F لناقص X يساوي نأتي بعبارة الدلة يا أبنائي في مكان X نعوذ بناقص X هي عبارة الدلة قلت ونعوذ هنا نضع ناقص X هل هذه معناه سوف نجدها أن تصبحنا ناقص X على 2 هنا عندنا ناقص X على 2 وهنا عندنا ناقص X على 2 نحن نعلم أن الدلة السينس دلة كيف هي فرضية إذا قلنا يا أبنائي أن هذه الزاوية هذه الزاوية من هنا إلى هنا هي X على 2 وهذه الزاوية التي أشير من هنا بالاتجاه المعاكس هي ناقص X على 2 هي زاوية لاحظ الأولى ما هو السينس لديها السينس لديها هو هذا الإسقاط لما نسقط هكذا الذي يقع على محور التراتيب هو السينس ونأتي الآن إلى الجهة الأخرى كذلك ها هو القيمة الثانية للسينس ماذا تلاحظون؟ هل هم مطنطة بقاني على بعضهم البعض؟ لا، إنهما متعاكسان هم يقعان على نفس المحور لكن متعاكسان ما معنى؟ معنى أن سينس ركزوا جيداً إذن سينس ناقص X على 2 ماذا يسوينا؟ يسوينا عكسه لهو ماذا؟ لهو ناقص سينس X على 2 إذن متعاكسان وبهذا تصبح لنا هذه العبرة صحيحة نحن لاحظنا ذلك من الدائرة المثلثية فقط أن هذه القيمة يا أبنائي هذه القيمة متعاكسة هي متسوية بالقيمة مطلقة لك متعاكسة في الأماكن فتصبح لنا ماذا؟ فتصبح لنا قاعدة أن السينس ناقص X مشهور أنها تسوينا ناقص سينس X كذلك من هذه نستنتج أن السينس ناقص X على 2 يسوينا ناقص سينس X على 2 لأن الدالة السينس نحن نعلم أنها دالة كيف هي؟ دالة فرضية نقول بكل بساطة ومنه الدالة أف دالة كيف هي؟ فرضية الآن بما أنها فرضية يا أبنائي قال وفسر ذلك بيانية ما هو التفسير بياني لكلمة فرضية؟ ليس إلا مع سينس مع جميع الدوال نقول تفسيرها البياني تفسير أو نكتب التفسير البياني البياني لهذه كلمة فرضية نقول منحنا الدالة أف أي ماذا؟ ما هو؟ اللي هو السي أف يكون ركز يكون متناظر بالنسبة إلى المبدأ O اللي هو مبدأ المعلمة O هذه هي كلمة فرضية لو نلاحظ مثلا نعود لكم مثال بسيط إذا كان مثلا هذه الجهة رسمت مثلا بهذه البساطة فاعلموا أن كلمة فردية معناه يأتيكم ويناظره هكذا فتكون يا أبنائي هذه النقطة هي مركز تناظر المنحني هذا بأبسط طريقة فقط يا أبنائي نأتي بعدها أبنائي إلى السؤال آخر قال بيّن أن الدالة أف دالة دورية إذا نكتب هنا البرهان أن الدالة من هي أف دالة دورية وأعطي لنا دورها ودورها لهو تي يساين أربعة بي ندقيق جيدا نقول حتى تكون الدالة أف دالة دورية إذا كان إذا كان إكس ينتمي إلى دي أف معناه إلى آر وماذا وإكس زائد هذه حفظوها من زائد تي هذا كذلك هذا العدد ينتمي إلى آر والشرط الثاني هو آف لإكس زائد تي هذه تساوي ماذا تساوي إنا آف لإكس لاحظوا نقطة نقطة أبنائي كنا نتعلم فتصبح لنا آف لإكس زائد ماذا زائد تي يساوي ماذا يساوي إنا سينس في مكان لاحظوا جيدا قلنا في مكان الإكس نعوذ بماذا لاحظوا عندنا هنا على إثنان وفي مكان الإكس من هذه الدالة هنا نعوذ بماذا نعوذ بإكس زائد تي نتابع جيدا أي ماذا ينتج أبنائي تصبح لنا هكذا تصبح لنا إكس زائد ماذا زائد تي ها هي قيمة تي اللي هي كم اللي هي أربعة بي إذا نكتب هنا أربعة بي قلت في مكان الإكس هنا عوذ بهذه الكلمة اللي هي إكس زائد تي والتي نحن نعلم أنه كم هو أربعة بي فتصبح لنا تساوي لنا سينس نقوم الآن بالتفكير كل واحد لنأخذ مقامه لوهدي معنا هكذا اللي هو يصبح لنا إكس على إثنان زائد هذا على هذا هكذا اللي هو اللي هو أربعة بي على ماذا على إثنان فتصبح لنا تساوي لنا سينس إكس على إثنان زائد نختزل من هنا إثنان ومن هنا إثنان زائد إثنان بي وكما تعلمون أن كل زاوية نضيف لها إثنان بي تبقى هي نفسها يقول أحدكم لم نفهم يا أستاذ معناه لو نأتي الآن إلى الدائرة المثلثية هكذا وعندنا الزاوية ها هو مكانها مثلا في هذا المكان اللي هي إكس عفواً قلنا هي إكس على إثنان لو نضيف لها تخيلوا دورة كاملة هل تتغير يغل تغير مكانها لا تبقى كما هي إذن هذا ما يعطينا يا أبنائي أنها تسوينا سينس إكس على إثنان فقط لأن هذا دورة ليس نصف دورة لو كانت نصف دورة مثلا أعطيكم مثال آخر يا أبنائي حتى تعلموا إذا كنا قلنا ها هي الدائرة المثلثية وكانت عندنا الزاوية في مكان معين ليس معناها الربع الأول فقط يمكن أن نضع حتى هنا في الربع ونقول هذه الزاوية نسميها إكس تخيلوا نضيف لها دورة نصف دورة لو مئة وثمانون فتصبح لكم في هذا الموضع هل هذه الزاوية الزاوية الحمراء هي نفسها هذه الزاوية التي هنا باللون الأزرق لا تغير مكانها إذن إلا أنه لما تكون الزاوية نضيف لها اثنان بي أو ناقص اثنان بي فتبقى كما هي هي نقول ومنه ماذا ومنه آف لإكس زائد تي أصبحت تسوي لنا آف لإكس أي الدالة آف دالة دورية إذن قلت يا دالة دورية فقط بهذه البساطة نأتي بعدها أبنائي إلى السؤال آخر قال اشرح لماذا نقتصر دراسة الدالة آف على المجال ما هو المجال يا أبنائي الذي هو من سفر إلى إثنان بي إذن نكتب هنا شرح شرح لماذا نقتصر دراسة آف لاحظوا جيدا أبنائي نقطة نقطة على المجال الذي هو من سفر إلى إثنان بي أولا نقول بما أن الدالة آف كيف برهنها أنها دالة ماذا دورية ها هو الشرط الأول لأنها قد جاوبنا على ذلك ها هي أنها دالة كيف هي دالة دورية إذن بما أن دالة دورية ودورها كم برهنها هو تي يسوي أربعة بي أي ماذا أي يا أبنائي أي نقتصر أي يكفي أن نقتصر أن نقتصر دراستها على مجال طوله طوله هو هذا التي لهو كم طوله هو أربعة بي ركزوا جيدا أي ماذا وليكن هذا المجال ما هو هذا المجال يا أبنائي وليكن هو من ناقص إثنان بي إلى إثنان بي دقيقوا معي أرجوكم نقطة نقطة أبنائي كي تتعلموا يقول أحدكم لكن لماذا اخترت هذا لأن ركزوا جيدا طول هذا المجال طول هذا المجال إذا سميناه هذا الطول هو لأن يصبح يساوي لنا نهاية ناقص البداية اللي هو إثنان بي ناقص ناقص إثنان بي هكذا تقول القاعدة لحسابط المجال درستم ذلك في فصبح لنا إثنان بي ناقص ناقص لنا زائد إثنان بي ويساوي لنا كم ويساوي لنا أربعة بي إذا طول هذا المجال إذا رمزنا له بـ إنه كم إنه دور ذلك المهم المجال الذي نختاره يا أبنائي يجب يكون طوله هو هذا دور هذه الدلح تتفهمه نقول ومنه لاحظوا نكتفي نكتفي بدراسة عفوا قلت بدراسة F على نصف المجال ما هو المجال الذي ندرسه المجال هو قلنا من سفر إلى إثنان بي كذلك نضيف لأنها دالة يعني هذا المجال الثاني هذا المجال تحدثنا عليه من الدورية أنها دورية والمجال الثاني هو من سفر إلى إثنان بي لأنها دالة فردية والدالة الفردية يجوز أن نقسم مجالها على نصفين ندرسها من نصف ونترك النصف الآخر يناظر بالنسبة ومنحناها يناظر بالنسبة إلى المركز نقول ومنحناها أو نقول وباقية المجال والنصف الآخر والنصف الآخر للمجال اللي هو من ناقس إثنان بي إلى سفر يناظر بالنسبة إلى ماذا إلى المبدأ يا أبناء اللي هو أو سفر سفر بهذه البساطة فقط نأتي بعدها أبناء إلى السؤال آخر قال أدرس تغيرات الدالة الف على المجال الذي تقومنا باقتصاره اللي هو من السفر إلى إثنان بي وشكل جدول تغيرتها أولا نقول إذن تغيرات دراسة كعنوان دراسة تغيرات الدالة الف على المجال الذي أعطيها للي هو من سفر إلى إثنان بي فقط أولا نقول الدالة ليس الدالة هذه نحن نتحدث عن الدالة السينيس كحالة حاصة الدالة سينيس اللي هي سينيس إكس دقيق وأرجوكم يا أبناء لأن هنا يوجد نوع من الإشكال لاحظوا الدالة اللي هي الدالة سينيس إكس هي دالة كيف هي؟ هي دالة دقيقوا ها هو جدول ها هي الدائرة المثلثية وانظروا إلى قيم السينيس قيم السينيس لو تدقيقوا معي هنا كم تكون؟ تكون هنا صفر وهنا كم واحد وهنا صفر انظروا إلى المدور الآن انظروا وتابعوا الآن كانت صفر أصبحت القيم هل هذه تقترب إلى الواحد أم؟ نعم أصبحت تزيد 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 إلى غاية هذا المكان دقيقوا إذن نقول القيم أصبحت كلها معناه تقترب يعني أصبحت تزيد مثل ما أشير هنا باللون الأسود هكذا حتى تفهموا نقول الدالة هذه السينيس هي دالة متزايدة تماما على المجال ما هو؟ المجال هو من صفر إلى بي على إثنان من هي؟ من السينيس ليس السينيس إكس على إثنان لاحظوا أي و إذن هنا ماذا نستنتج؟ إذن قلنا الدالة السينيس إكس دالة متزايدة في المجال من صفر إلى بي على إثنان يعني إلى التسعون ركزوا وماذا؟ أي الدالة الآن نأتي إلى الدالة دالة أف كيف تكون؟ تكون يا أبني كذلك متزايدة تماما لما لاحظوا لما إكس على إثنان تكون تنتمي من الصفر إلى بي على إثنان لاحظوا لأن لا نغير هنا دقيقوا أرجوكم لأن مجالنا لاحظوا ما هو؟ مجالنا هو من صفر إلى إثنان بي لكن نحن ننطلق رويدا رويدا كأن ما نعتبر هذا كليا هو ماذا؟ هو إكس قلت هو ماذا؟ هو إكس حتى تفهموا هذه في لغة السنة الثانية والثالثة تسمى التركيب إذن قلنا أن الدالة سينيس متزايدة من الصفر إلى تسعوني وبي على إثنان فإن ماذا؟ يعني أن الدالة الآف لدينا التي الآن متغيرها ما هو؟ هو إكس على إثنان بعدما كان هنا إكس فقط هنا في هذا المجال كان إكس هنا يصبح لنا إكس على إثنان أي ماذا أبنائي؟ أي ندقيق هنا نقطة نقطة أي هنا أبنائي كأنما نحل معادلة كأنما نقول إكس على إثنان مرة يساوي السفر ومنه إكس يساوينا هذا إثنان يضرب في هذا يصبح لنا يساوينا السفر أي إكس يصبح ينتمي أولا إلى السفر والحالة الثانية كذلك نحل المعدلة التي هي إكس على إثنان يساوينا بي على إثنان تذهب من هنا هذه ومن هنا معناه إكس كأنما يصبح إكس على إثنان مرة يساوي هذه ومرة يساوي هذه للبحث على إكس حتى نعرف المجال فيذهب هذا مع هذا يصبح لنا إكس كم يساوي؟ يساوي لنا بي إذن الدالة أف متزيدة في المجال الآن من سفر إلى بي نأتي كذلك نقول والدالة لهي السينيس سينيس إكس كيف هي؟ ركزوا معي في هذا المجال لاحظوا الآن أصبحت نكمل المسير يا أبنائي هل القيم أصبحت تزيد أم تنقص؟ انظروا أصبحت تنقص من واحد وهي تنزل نحو ماذا؟ نحو الصفر إذن ماذا نقول على الدالة؟ السينيس نقول والدالة سينيس كيف هي؟ متناقصة تماما على المجال ما هو؟ المجال اللي هو من بي على إثنان إلى غاية بي دقيقوا لما يكون الإكس ينتمي هنا في هذا المجال للدالة السينيس الآن أي ماذا؟ أي الدالة أف الآن كيف هي؟ متناقصة على ما هو المجال لما يكون إكس على إثنان ينتمي إلى هذا المجال اللي هو بي على إثنان إلى غاية بي لكن من هو؟ إكس على إثنان تخيلوا الآن لو نقول أي ماذا؟ أي يصبح لما إكس ينتمي من ماذا؟ نحو المعدلة إكس على إثنان يسوي لنا بي على إثنان يذهب هذا مع هذا يصبح لنا x كم يسوي x أنه يسوي لنا p هذا الشرط الأول ثم نحل هذا يسوي هذا كم دقيقه فيصبح لنا x على 2 يسوي لنا نعم x على 2 كما قلت يسوي لنا p معناه نستعمل جداء الطرفين جداء الوساطة يصبح لنا x يسوي لنا كم 2p إذن إلى غاية 2p بكل بساطة الآن معنا حكمنا على أن الدل يا أبنائي متزايدة في ماذا؟ في المجال هذا ومتناقصة في هذا المجال فهي كيف هي؟ فهي متزايدة ومتناقصة من المجال من صفر إلى 2p بكل بساطة فقط يا أبنائي بعدما أكملنا مع هذا الشيء قال وشكل جدول تغيرتها بعدما الآن سوف نأتي يا أبنائي ونقوم بتشكيل جدول التغيرات إذن نضع العبارة هنا نكتب هنا جدول تغيرات الدال أفعل المجال الذي أعطي لنا الطلب مننا وهو من صفر إلى 2p هنا الآن مرغمون أبنائي أن نقوم لاحظوا قلت أن نقوم برسم جدول ها هو أمامكم دقيقوا معي فقط ونحاول أن نستعمل المصدر في أعمالنا حتى تكون جد جد منظمة وهكذا أولا قلنا ما هو المجال الذي ندرس في هذه الدالة قال هو الـ x من صفر إلى غاية 2p يعني إلى غاية 2 في 3.14 وهنا نكتب عبارة وهنا f لـ x قلنا الدالة أولا دقيقوا معي أرجوكم نقطة نقطة الدالة قلنا أنها من ماذا قلنا من أعطيك هنا ها هو الـ p نحن قلنا من من الصفر إلى ماذا إلى p كيف هي متزايدة إذن من صفر إلى p متزايدة ها هي أمامكم ثم ماذا قلنا قلنا أنها هنا إذن هنا متزايدة حكمنا برهنها أنها متزايدة ومن ماذا ومن ومن p إلى غاية 2p قلنا أنها متناقصة ها هو الكلام هذا ما زال محفوظ ها هو أمامكم انظروا الآن معناه سوف نأتي ونقوم بهذا الشيء ها كذا فقط الآن نحسب 2p نعوذ كذلك هنا ب 2p وهنا ب 2p فتذهب الاثنان مع الاثنان فتبقى لنا سينيس 180 مشهور أنه صفر ها هو جدول دايرات هذه الدلة صحيح 100% يا أبنائي فقط نأتي الآن بعدها أبنائي إلى السؤال الذي بعدها قال أرسم cf على المجال من 0 إلى 2p يعني هنا يعني من 0 إلى 6.28 لأن p هو 3.14 دقيقوا أرجوكم هنا نقطة أولا ننطلق ما هي إحداثيات النقطة الأولى وهي 0 وهي النقطة o ها هو تلك النقطة o وعندنا هذه القيمة الحدية التي تشبه الجبل هذا كم p هو 3.14 3.14 يكون هناك ما أشير بالنقطة الحمراء يقابله ال- 1 معناه تصبح في هذا المكان ونضع شيء يشبه الجبل ها كذا حتى تفهم عندنا هنا 2p لهو 6.28 6.28 مثلا في هذا الموضع يقابلها ماذا y 0 معناه التقاطع مع محور فواصل في هذه القيم وننطلق هنا بالرسم ها كذا أبنائي لاحظوا نقطة نقطة كي نتعلم ها كذا ثم نتجه ها كذا لاحظوا معي نقطة نقطة ها كذا هذا هو الجزء الأول لمن للمنحني ونكتب هنا ماذا نكتب c f وها هي النقطة ويا أبنائي هي بداية المعلة نأتي بعدها أبنائي قال استنتج رسم cf على المجال من ناقص 2p إلى صفر معناه كأنما من ناقص 6.28 إلى غاية الصفر نقول أولا بما أن الدالة f دالة كيف هي دالة ماذا فردية فإن برهن برهن على ذلك وفسرنا فإن منحناها البياني قلنا يكون متناظر بالنسبة إلى ماذا إلى المبدأ أو ذو الإحداثيات 0.0 ها هو المبدأ كما أشير هنا بالنقطة السوداء بهذه البساطة كيف تتم العمل يلاحظوا بأمر جد بسيط إذا قلنا ها هو ها هو فنقلبه ها كذا لاحظوا ها هو أمامكم بأبسط طريقة قمنا كل نقطة الآن أصبحت ها هي النقطة هذه نظيرة هذه بالنسبة إلى وهذه نظيرة هذه بالنسبة إلى فيصبح لنا منحني الدالة وهذا الكليا الذي أريكم إياه باللون الأخضر لهو أصبح هذا اتحاد هذا الجزء بكل بساطة الآن لو يريد مننا أن نعطي له كيفية رسم المنحني على رسم المنحني إذن نقول ويتم رسم سي أف على أر بواسطة انسحابات متكررة لاحظوا متكررة هي شعاعها هي عفوا يساوي ماذا يساوي إثنان أربعة في أربعة في لأن هذا تقول قاعدة يساوي في في إ الت هو الدور لهو أربعة أربعة يا أبني معناه لو ندقق معناه سوف أريكم هذا الأمر معناه سوف يتم بهذه يمكن أن نأتي هكذا كما يمكننا كذلك أن نأتي بواحدا آخر مثلا هكذا في الجهة الأخرى ونكمل مسير حيث طول الشعاع هذا ماذا يكون طوله يكون طوله من هنا قلت البساطة المهم طوله أربعة فقط يا أبناء وبهذه البساطة أبناء قد أنهينا هذا التمرين وفي الأخر أرجو من أبناء وبنات الأعزاء لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك ليصفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته